قاعة المباراة مع الزميل عبد الرزاق بالحاجة عبد الرزاق ماذا لديك خصوصا أن هذا اللقاء انتهى بالتعادل والمنتخبين حبايب أكيد مؤيد أهلا بك مجددا وبالكبهة والمشاهدين الكرام بجانبي قائد منتخبنا الوطني محمد السعدي محمد في البداية كيف تبعت المباراة من داخل القاعة لدالي طلعتوا بي وأيضا المحصلة وهي النتيجة أهلا وسلام بك خوية عبدو الحمد لله قدر الله ومشاهد فعل مباراة مازال في جولة تانية بعد بكرة اليوم ما كناش موافقين في الشوتينج هم كانوا أكثر موافقين مننا نسترجعوا اللقاء هذا ونزيدوا الركز ونصلحوا من أخطائنا في المباراة القادمة وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله حنفرحوا الجميع الليبية أكيد محمد اليوم في الظهور الأول للمحترف الجديد والمجنس جلال سعيد كما سمي ليبيا نبين أسألك كيف عاومكم جلال وكيف تشوف الأدام تاعها تققائد للمنتخ والله إذا ما تعرف يعني اللعب محترف يعني هو قوي تحت السلة لكن ما زال مش متجانس معنا يعني يجي قبل أربع أيام ولا خمسة أيام صعب إنه في كرة السلة في خمسة أيام يدخل في أجوال الفريق زي ما شوف حتى حساسية السلة كانت ناقصة شوية بمعنى يعني شفت السلة الأخيرة كانت إيزي باسكيت وضعت هذا كلها يعني يعني بالخدمة وبالشغل إن شاء الله نصلحوا بالأخطائنا في المباراة القادمة وهذا اللعب حيساعدنا يعني حيساعدنا في المقارة القادمة إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله نوعده الجمهير الليبية بإذن الله حنفرحوه ونتأهله بإذن الله سمحني محمد نكتر عليك شوية اليوم ممكن التفكير حتى المنتخب المغربي في الشوط الأول ومنتخبنا إحنا في الشوط الثاني كان يعني بزيادة التفكير في مباراة اللياب صحيحة؟ أكيد أكيد زي ما تعرف يعني إحنا ما لعبناش ضد منتخب المغرب ونعرفوش شي يعني ما حتكنناش بيهم يعني أول مقابلة لنا وهذا الدور يعني يرجع لكوتش فواد يعني حنشتغله بالأدوار اللي هو حيعطيها لنا أكيد عنده فكرة في مباراة القادمة لأن يعني زي ما تعرف كوتش فواد كوتش كبير إن شاء الله يعني نستفيده من خبراته ونقدمه المباراة القادمة أفضل أداء من هذه المقابلة إن شاء الله أكيد دهرد لك والجمهور الليبية سعادة أكيد بإن جيبوله مرخ مازال مسعادة إن شاء الله لنفوزه وبإذن الله نفرحوهم شكرا جزيلا لكم مؤيد كانت هذه كلمات قائد منتخبنا الوطني لكرة السلة محمد السعدي بعد لحظات تجرى من الآن تدريبات المنتخب التونسي خلفي تشاهدونهم ربما على أرضية هذه القاعة قاعة محمد مازالي بمدينة المونستير بعد غد منتخبنا الوطني كل التوفيق له فيه قلع ورقة التأهل على الأقل المجموعات المؤهلة إلى الإفرو باسكت في المغرب إن وافق الاتحاد الأفريقي إليك الكلمة مؤيد شكرا جزيلا لك عبد الرزاق بالحاج وشكرا لكابتن محمد السعدي